أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إصابة العشرات من الجنود في مواقع تجمعهم على حدود قطاع غزة بمرض الليشمانيا الجلدي وكانت الصحيفة معرفة العبرية كشفت عن الاشتباه في إصابة عشرات جنود الاحتلال الإسرائيلي في مواقع تجمعهم على حدود قطاع غزة بمرض الليشمانيا الجلدية ذكرت الصحيفة أنه تم تشخيص إصابة عشرات الجنود بآفات جلدية يشتبه في أنها طفيل الليشمانيا المسبب لمرض وردة أريحة مشيرة إلى أن هذا المرض الجلدي الالتهابي قد يتطلب وقف الخدمة العسكرية